بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الحج أحد أركال الإسلام ومبانيه العظام جل على وجوبه الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقالوا من كفر أي أنكر وجوب الحج ولم يلتزم به وأما السنة فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإيقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وفي صحيح مسلم وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن خطاب رضي الله عنه في قصة سؤال جبرائيل للنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا وقد أجمع المسلمون على وجوب الحج إجماعًا قطعياً معلوماً بالضرورة من الدين والحج واجبٌ على الفور كما في حديث بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له وقد روى سعيد في سننه والبيهقي في سننه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار فينظر كل من كان له جدة أي ساعة وقدرة فلم يحج أن يضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين وقال علي رضي الله عنه من ملث زاداً وراحلةً تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت إن شاء يهودياً أو نصرانياً لأن الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت والحج مع كونه ركناً من أركان الإسلام وفريضةً من الفرائض إلا أن فيه ثواباً عظيماً وأجراً جزيلاً فمن فضائله أن الله تعالى فرضه على هذه الأمة وجعله ركناً من أركان الإسلام فقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ولولا أنه عبادةٌ عظيمةٌ لا غناء للخلق عن التعبُّ لله تعالى به وعما يترتب عليه من الثواب ما فرضه الله تعالى على هذه الأمة ومن فضائل الحج أنه سببٌ لمغفرة الذنوب ودخول الجنة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وعلي بن مسعود وعلي بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة جزاءٌ إلا الجنة ومن فضائل الحج أيضاً أن الحج المبرور أفضل الأعمال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال إيمانٌ بالله ورسوله ثم جهادٌ في سبيله ثم حجٌ مبرور والحج المبرور هو الذي لم يخالطه إثمٌ وعلامته أن تظهر ثمرته على صاحبه بأن تكون حاله بعد الحج خيراً منها قبله وإنما يكون الحج مبروراً إذا جمع أوصافاً خمسة الوصف الأول أن يكون الإنسان في حجه مخلصاً لله تعالى لأن يقصد وجه الله تعالى والدار الآخرة فلا يحج رياءً ولا سمعةً ولا فخراً ولا نزهةً ولا طربًا ولا ليكتسب لقبًا بل تكون نيته خالصةً لله تعالى قال الله تعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هُنَفَا وَقَالَ عزَّ وَجَلَّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ فيُحَقِّقُ الْإِخْلَاصِ وتحقيق الإخلاص من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وقال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه الوصف الثاني من أوصاف الحج الممرور أن يكون في حجه متبعاً ومتأسياً ومقتدياً بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا يتعبد بغير ما شرعه ولسيما وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحج بخصوصه خذوا عني مناسككم فيحقق المتابعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأسوة وهو القدوة قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فنتأسى به والتأسي به أن تفعل كما فعل لأنه فعل الوصف الثالث من أوصاف الحج الممرور أن يقوم في حجه بالواجبات العامة والخاصة فالواجبات العامة ما وجب على الحاج وغيره فما وجب كل وقتٍ على الحاج وغيره هذا هو الواجبات العامة كالطهارة والصلاة في وقتها مع الجماعة وغير ذلك من شعائر الدين وواجباته والواجبات الخاصة ما يتعلق بالنسك من الوقوف بعرفة والمبيت في المزدلفة والمبيت في ميناء ورمي الجمار وغير ذلك من أركان الحج وواجباته فيحرص على القيام بالواجبات الوصف الرابع أن يجتنب المحرمات العامة والخاصة فالمحرمات العامة ما كان حرامًا على المحرم وعلى غيره لكن يتأكد تحريمه في حال الإحرام سواء كان من المحرمات القولية كالكذب والنميمة والغيبة أو من المحرمات الفعلية كالنظر المحرم والسماع المحرم والعدوان على الناس وأما المحرمات الخاصة فهي ما حرم بسبب الإحرام وهي ما يسمى عند أهل العلم بمحظورات الإحرام من حلق الشعر وتقريم الظفر وقتل الصيد والطيب وغير ذلك من المحرمات أو المحظورات الوصف الخامس أن يكون حجه بمال حلال فإن حج بمال حرام فحجه غير مبرور لأن الله تعالى لا يتقرب إليه بمعصيته قال الله تعالى إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا فلا يقبل سبحانه وتعالى من الأعمال والأقوال والأموال إلا ما كان طيبا بل ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن من حج بمال محرم فإن حجه لا يصح فلا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب ولهذا قيل إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير لا يقبل الله إلا كل صالحة ما كل من حج بيت الله مبرور هذه أوصاف الحج المبرور فينبغي الإنسان أن يعتني بها وأن يحرص عليها وعلى تطبيقها متأسياً في ذلك بالرسول صلى الله عليه وسلم وهنا أنبه أيضاً إلى مسألة يقع فيها بعض الناس جهلاً أو تهاوناً وهي أنهم يظنون أن الإنسان بالخيار بين فعل الواجب وبين الفدية أو بين ترك المحرم وبين الفدية فتجده يفرط في واجبات الحج أو في واجبات العمرة ويقول أفتي أو يرتكب المحظورات ويقول أفدي وهذا خطأ لأن الإنسان ليس بالخيار بين فعل الواجب وبين الفدية ولا بين ترك المحرم وبين الفدية بل عليه أن يفعل المأمور وأن يجتنب المحظور ثم إذا لم يتمكن من تدارك هذا الواجب بأن فات زمنه فهنا يعدل إلى البدل وهو الفدية وكذلك أيضاً في محظورات الإحرام إذا اضطر إلى فعل المحظور أو احتاج إلى فعل المحظور فإنه يفعله ويفتي كما في حديث كابل بن عجرة رضي الله عنه حينما آذاه هوام رأسه فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وأن يفتي ولهذا قال الفقهاء رحمه الله إن المحرم إذا احتاج إلى فعل محظور فإنه يفعله ويفتي وينبغي للمؤمن إذا عزم على الحج أن يتأدب بآداب منها أولاً أن يستعد للحج بالعلم النافع والفقه في أحكام المناسك وذلك بسؤال أهل العلم وقراءة كتب المناسك الموثوقة التي ألفها وصنفها العلماء الموثوق بهم في دينهم وفي عقدتهم وفي علمهم ثانياً أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة من الكرم والسماحة والشهامة فيعين من يحتاج إلى معونة ويكون في هذا كله طلق الوجه طيب النفس رضي البال حريصاً على إدخال السرور على إخوانه المسلمين ليكون أليفاً مألوفاً ثالثاً أن يحذر من أذية المسلمين سواء كانت الأذية بالقول أم بالفعل أم باللسان أم باليد وأن يصبر على ما يحصل له من الأذى سواء كانت هذه الأذية من رفقته الذين معه أو من غيرهم فيداريهم بالتي هي أحسن ليكون محترماً بينهم معظماً رابعاً أيضاً من الأداب أن يكثر من النفقة وما يحتاج إليه في سفره من متاع وغيره بل يستصحب فوق حاجته من النفقة احتياطاً لما قد يعرض له أو لرفقته من الحاجات خامساً من الأداب أن يختار الرفقة الطيبة الصالحة التي ترغبه في الخير وتحذره من الشر فتذكره إذا نسي وتعلمه ما جهل وتعظه إذا غفل وتعينه على أداء المناسك على الوجه المشروع سادساً من الأداب أن يستحضر المؤمن أنه في عبادة من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع فهو لم يخرج نزهة أو تمشية أو طرب فليس الحج رحلة برية ولا نزهة خلوية وإنما هو رحلة إيمانية تعبدية فعليه أن يستحضر هذا المعنى وأنه في تنقلاته وتقلباته وتغير أحواله أنه في عبادة يثاب عليها ويؤجر من الله تعالى سابعاً أن يستحضر عظمة العبادة وعظمة الزمان وعظمة المكان فالحاج يجتمع في حقه ثلاثة أنواع من التعظيم عظمة العبادة وعظمة الزمان وعظمة المكان فأما عظمة العبادة فإن الحج أحد أركان الإسلام وهو من العبادات العظيمة الجليلة التي أمر الله تعالى بها في كتابه وحثى ورغب فيها رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه وقال فقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم حاثاً أمته وآمراً إياهم بالحج إن الله كتب عليكم الحج فحجوا ورغبهم في ذلك فقال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وأما عظمة الزمان فإنه في الأشهر الحرم التي عظمها الله تعالى فقال عز وجل إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وهذه الأشهر الحرم الأربعة هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان خص الله تعالى هذه الأشهر الحرم منهي عن ظلم النفس فقال فلا تظلموا فيهن أنفسكم وظلم النفس يكون بواحد من الأمرين إما بترك واجب أو بفعل محرم فمن ترك واجباً فقد ظلم نفسه ومن فعل محرماً فقد ظلم نفسه فظلم النفس لا يخرج عن هذين الأمرين سواء كان هذا الظلم مما يتعلق بحق الله تعالى أو مما يتعلق بحق عباده وليستحضر أيضاً أنه في عشر ذي الحجة التي هي أفضل أيام السنة على الإطلاق كما في حديث من عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر يعني عشر ذي الحجة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بالشيء فهذه العشر عشر فضلت على غيرها من أيام السنة كما نطق بذلك الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثالثاً عظمة المكان يستحضر عظمة المكان الذي هو فيه وأنه في أمكنة مقدسة وأنه في مشاعر معظمة كما قال الله عز وجل ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وقال عز وجل ومن يعظم شاعر الله فإنها من تقوى القلوب فيستحضر أنه في حرم الله وفي مكة شرفها الله التي هي أفضل البقاع وأحب البقاع إلى الله ولذلك لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بالحزورة خاطب مكة فقال والله إنك لأحب البقاع إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت فيستحضر هذا المعنى فعليه أن يتحفظ أن يحفظ لسانه من القول المحرم أن يحفظ بصره من النظر المحرم أن يحفظ سمعه من السماع المحرم أن يحفظ يده من البقش المحرم أن يحفظ قدميه من المشي إلى ما حرم الله تعالى وبهذا أعني إذا عظم العبادة والزمان والمكان يرجى إن شاء الله أن يكون حجه مبروراً وسعيه مشكوراً وذنبه مغفوراً وعلى الإنسان إذا منَّ الله تعالى عليه بأداء هذا النسك وهذه العبادة الجليلة أن يحمد الله عز وجل على ذلك وأن يستمر على الأعمال الصالحة وأن لا تكون حاله بعد الحج كحاله قبله لأنه حينئذ لا يكون قد استفاد شيئاً فيما يتعلق بالحج من الاستقامة وظهور أثر الحج عليه بل عليه أن يجدد التوبة إلى الله تعالى والتوبة هي الرجوع إلى الله تبارك وتعالى من معصيته إلى طاعته وهي واجبة على الفور لا يجوز تأخرها ولا التسويف فيها كما قال عز وجل وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً وإنما تكون التوبة نصوحاً إذا استكملت خمسة أوصاف الوصف الأول من أوصاف التوبة النصوح أن يكون الحامل له على التوبة الخوف من عذاب الله عز وجل وعقابه فلا يتوب رياءً وسمعةً ولا ليثنى عليه أو يمدح الوصف الثاني الندم على ما مضى مما عمله واقترفه بحيث أنه يتمنى أن هذا العمل لم يحصل منه وهذا يوجب له الإنابة إلى الله والاستكانة الوصف الثالث من أوصاف التوبة النصوح الإقلاع عن الذنب فوراً فلا تصح التوبة من ذنب وهو مصر عليه بل هذا نوع استهزاء بالله تعالى كيف تتوب من الغيبة وأنت مستمر عليها كيف تتوب من الربا وأنت تتعامل به ليلاً ونهاراً كيف تتوب من عقوق الوالدين وأنت تعق والديك كل يوم صباحاً ومساءاً كيف تتوب من قطيعة الرحم وأنت لا تصلهم فعلى الإنسان أن يقلع عن الذنب وهذا شرط من شروط صحة التوبة الوصف الرابع من أوصاف التوبة النصوح العزم على أن لا يعود إلى ذلك في المستقبل فمن تاب من ذنب ونفسه تحدثه أنه متى تيسر له فعله فإن هذه التوبة توبة كاذبة الوصف الخامس من أوصاف التوبة النصوح أن تكون التوبة في وقت القبول ووقت القبول نوعان عام وخاص فأما العام فهو أن يتوب قبل أن تطرع الشمس من المغرب فإذا طلعت الشمس من المغرب فإن التوبة لا تنفع قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت أو كسبت في إيمانها خيراً وأما الخاص فهو أن يتوب قبل حضور الأجل فإذا حضر الأجل لم تنفع التوبة قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليماً حكيماً وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر وإذا قبل الله عز وجل توبة العبد فإنه يمحو ذنوبه بل يبدل سبحانه وتعالى سيئاته حسنات كما قال عز وجل ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويقلد فيه مهاناً إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يرضيه وأن يجنبنا أسباب ساقطه ومعاصيه وأن يجعل حجنا مبروراً وسعينا مشكوراً وذنبنا مغفوراً إنه جواد كريم بر رحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين